النجم والجسرة عزيز وغالي بوست بروداكشن هيدا المرة التانية أو التالتة منتعامل مع بعض فإنسان راقي إنسان يعني بيتقن مصلحته شغله وأنا كتير مبسوط بتعاملي معه بدنا نحكي شوي عن أعمالك المقبلة شو عم بتحضر؟ إن شاء الله عم حضر هلأ لثلاث أغاني في أغنية لبنانية تقول ما في حدا من كلمات مونير أبو عساف ألحان بلال الزين محافظة الألقاب وأغنية تانية من كلمات الشيخ مصور الشهادي ألحان وليد سعد بعنوان موهوبة وأغنية تالتة كمان عم نحضرها اسمه ميت أحساس كمان من ألحان حبيبي قلبي وخيي أحمد زعيم ما بتذكر الكلام بيعزرني يعني مرة تانية أكيد منقول وأكيد أم نحضر لكليب لما في حدا وممكن كمان يكون في كليب لأغنية موهوبة وإن شاء الله خير تفاجأنا بتصريح حسام جنيد عن الفنانين اللبنانيين واللي قال في حزاء سوريا مفضلة على الفنانين اللبنانيين هيدا تصريح المعيب شو تعليقك عليه يعني أول شي بالنسبة لحسام جنيد أول شي كان عم بيعمم وهيدا التعميم هيدا شي معيب جدا وغلط إذا أنت مشكلتك مع شخص ما فيك تعمم عن ناس كله وبنفس الوقت نحن منكن كل الاحترام والتقدير للشعب السوري ولفنانين سوريا ولنقابة الفنانين بسوريا ونحن منعترف أنه نحن زرنا سوريا ورحبوا فينا وحطونا عراحات مثل ما نحن منحط الفنانين السوريين عراحات لأنه نحن منعتبر نفسنا شعب واحد بس أنه ولكن شو الدافع اللي خليه يقول أنه يجمل كل الفنانين يعزرنا كان كلامه كتير خاطئ وكتير متسرع فبتمنى منه أنه يعتذر للفنانين اللي بيحترموا بلدهم وبيحترموا بلد سوريا أيضا الكلم المزبوط بدنا ننقل شوي لمشكلة الفنانين المصرية شيرين عبدالوهاب وأزمتها مع شركة روتانا شركة روتانا عم تمحل الأغاني وهي عم ترجع تنزلهم على حساب بيتها أنت محل شيرين تتحدى روتانا بهالشكل؟ أنا ما بعرف شو فيه بين بعضهم مشاكل أو مشاء الله ما بيكون فيه مشاكل ولكن هذا الشيء قرار بيرجع لهي وبيرجع للشركة ما فيه يتدخل بهذه الأمم إذا فيه أنت مشكلة بينك وبين شركة الإنتاج تصير تنزلهم على حساب بيتك ولا بتحاول تحل الأزمة أبلو؟ هو مفروض تنحل الأزمة لأنه بالنهاية شركة روتانا شركة عريقة وشيرين فنانا مهمة جدا ولكن إذا فيه شي سوقت فيهم مفروض كان يعني يتفدوا أنا جموة الجسار أنا بدي أتشكرك وأتمنى لك كل أطفقون خليلي قلبك علوش يعطيكم ألف عافية وهل المر وين؟ بتصلم عليك حمالتني سلامي كتير كبير لإله اللي عليها هل المر إنساني من بداياتي وقفت وقفت معي كتير حلوة الله يعطيها ألف عافية والله يقويكم جهلة طحية شكراً كتير شكراً لما عرفت كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفان دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد شكراً للمشاهدة